فعلا انتهى الاجتماع الفني لمباراة الاهلي ومونانا في زهاب دور ال32 لدوري الابطال الافريقي هنا طبعا في داخل فندق اقامة تفريق النادي الاهلي حيث حضر طاقم التحكيم المالي بقيادة تتروري حكم الساحة في هذه المباراة واثنين اداريين من فريق مونانا وبعثة تفريق مونانا الجابوني في حضور المراقب المباراة الحكم الليبي السابق الدولي عبدالحكيم الشلماني وايضا حضر من طرف النادي الاهلي كابتن سايد عبدالحفيز مدير الكرة كابتن سعيد احمد اداري الفريق وكابتن ماهر عبدالعزيز اداري الفريق وايضا سيارة اللواء محمود الفشاوي مدير فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد ومفوض من رئيس اللجنة المنظمة للمباراة لكن الاطلاع اكثر على تفاصيل هذا الاجتماع وما دار في الاجتماع الفني والترتيبات الامنية وكل ما يدار بخصوص الفريقين قبل المواجهة المرتقبة جدا بإذن الله يسعدني أن يكون معي سيارة اللواء محمود الفشاوي للاقتراب أكثر ولإطلال ما دار في هذا الاجتماع والأخبار الحصرية من المصدر نفسه اللي حضر هذا الاجتماع سيارة اللواء برحب بيك وتحيات المهندس عدل القياة والأستاذ إبراهيم المنيسي لك ولكل جمهور النادي الاهلي بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير الكابتن عدل القياة مساء الخير والأستاذ إبراهيم المنيسي نحن النهاردة الساعة التسع مساء حصر الاجتماع الفني حضروا الطائم الحكام وفريق النادي الاهلي وفريق النادي المال وكابتن ساعة عبدالحفيظ وكابتن سامير عدلي وإدارة النادي الاهلي في حاجات كثيرة تنقشوا فيها أولا طبعا الحاجات الفنية اللي تخص التشيرت والطائم الزي اللي هيمسل بيه الفريقين اللعب واللي هم هيشيلوا الكور وطائم التسخين كل ده تم منقشته فنيا وكان فيه بعض الأمور الأمنية كان مرأب المباراة حاب يأكد عليها وهو أولا تحرك الفريق الضيف من مكان إقامته إلى الأستاذ القاهرة وتأمن الاتفاعل أن يكون الساعة 5.45 مساء فحيش أن هما يكونوا في الأستاذ القاهرة الساعة 6 النادي الاهلي هتحرك الساعة 5 النادي الاهلي هتحرك 5.5 طاقم الحكام هتحرك 5.5 بحيش كله يبقى في الأستاذ الساعة 6 مرأب المباراة دقى كمان على التأمين بتاع الفرقة وهم طلبوا أن سرعة حجزلهم في مطار القاهرة عشان هما عايزين يغادروا بعد المباراة مباشرة غادروا في الطائرة اللي هتغادر القاهرة الساعة 2 هما هيتحركوا هكونوا في المطار الساعة 12 تم تنظيم هذا الإجراء بحيث أن هم هيتحركوا مباشرة بعد المباراة مباشرة الأهلي هيرتديه الزي الأساسة وصاحب الملعب والمباراة الزي الأساسة فرق مونانا بيرتدي التشيرت الأصهر لكن سمعتوا أن هم جايين بتشيرت احتياطي آخر هم هيرتدوا بكرة إن شاء الله التشيرت أخضر والإحتياطي برضو تشيرت أخضر فهم هاي المباراة دي هايبقوا لبسيني زي بتاعهم الزي الأخضر الزي الأهلي زي اللي هو التقليد بتاعنا اللي احنا بنعتز به الزي الأحمر إن شاء الله هل كان لهم طلبات معينة ولا قالوا أن الأهلي وفى بكل شيء وكمان مسألة المعاملة بالمثل مثل هذه النقاط تموا من نقشتها في الاجتماع قال أستاذ محمد برجان اللي هو المنظم اللي هو انفاوضني رئيس باللجلة المنظمة كان قال لكل طلباتهم توجاب وهم فعلا هم سعداء وهم أبدوا وأسموا على نادي الأهلي وقالوا نادي الأهلي نادي كبير احنا سعداء إن بنلعب معاه وده مش جديد على نادي الأهلي في سواء يتيصير كل شيء لهم حجز الفندق التدريب قالوا إن احنا ما لقناش أي صعوبة وهم سعداء بوجودهم في نادي الأهلي وعرفين إنهم بيعابوا أصد نادي كبير وكان لهم طلبات اللي هي التذاكر وتم توفير لهم التذاكر اللي هو الممتازين خلسين تذكرة ليهم والفي اي بي بتاحهم خمستاشر تذكرة طائم الحكام طلب تذاكر للناس اللي هم الزوار معاه تم تلبيت هذا الأمر هم كانوا عندهم اتنين صحفيين قالوا طيب عملنا لهم ايدي للصحفيين هم مبسطون قالوا احنا ما عندناش مشاكل وان شاء الله انتوا هتلاقوا حفاوة زي اللي انتوا عابلتون بيها فهم عارفين قدر النادي الأهلي المراقب اللي بيدون كمان وجهات نظرهم واستمتاحهم او سعارتهم باستقبال النادي الأهلي المراقب اللي بيدون ده وطقم التحكيم عشان تقريب بيرفع للاتحاد الأفريقي بعد كده هو المراقب المباراة كل حاجة بيدونها وبعدين بيسألهم انت هل ليكوا اي مشكلة طب ليكوا اي ملاحظات فهو اكد عليهم وقال لهم كل حاجة احنا بنكلمها دونوها عشان ده اللي هنلتزم به في المباراة فكل حاجة هم دونوها وهو ملتزم بكل حاجة وهو دون كل حاجة ودت تعليمات والأمور كانت واضحة تماما وتم تيسير كل أمر إليهم موسيقية أخيرة غدا حسن ما سمعت من الكابتن صعد الحفيز عاكي بالاجتماع ان مش يبقى فيه مؤتمر صحفي بالاتفاق بين كل الفريقين هم كانوا طبعا هم مستعجلين عشان يقدروا يغادروا فتم تلبية رابطهم انه ما فيش مؤتمر صحفي فاحتمال كبير ما حصلش مؤتمر صحفي بك شكرا جدا نسيت له عزين بس نجح جمهور طبعا كلمة لسالة جمهور النادي الأهلي احنا فرحانين بعودة جمهورنا في استاد القاهرة وساعداء بوجودهم احنا عايزين الجمهور يفرحنا فاحنا ساعداء بيهم وان شاء الله يكون بعد مدة طويلة في استاد القاهرة عايزين نستمر فانا عارف ان جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم ورافر عظيمة احنا كلنا بنتشرف بالانتماء للنادي الأهلي فعايزين الجمهور بكرا يفرحنا ان شاء الله شكرا جدا نسيت له كابتن عدلي والساس إبراهيم كانت اطلالة سريعة عاقب او مضارة في الاجتماع الفني بحضور طاقم التحكيم المالي والمراقب الليبي بحضور الفريقين فريق النادي الأهلي وفريق مونانا الجابوني هنا من داخل فندق اقامة فريق النادي الأهلي اذا كلا دايك اي استفسارات بخصوص هذا الاجتماع او ايه شيء اخر متعلق بفريق النادي الأهلي هنا من داخل فندق الإقامة كان مهمة محمد نسأل سيادة اللوع محمود الفشاوي او احد من المنظمين عندك على ضوابط الجماهير ايه بكرة الموانع للجهات الأمنية محددها للجمهور وايه اللي يتقال للجمهور اللي رايح لستاذ بكرة طبعا مؤكد ان عدد التذاكر المحدود نفذ مش هيبقى فيه فرصة لدخول اعداد زيادة لكن التعامل مع الجماهير والممنوعات المحظور من الجماهير ارتكابها بكرة يريد تكون نصائح واضحة من سيادة اللوع سيادة اللوع الفشاوي يمكن سؤال من أستاذ إبراميل منيسي خاص بالجمهور ايه الضوابط اللي ممكن هيتعامل بيها غدا بالتأكيد لأفراد الأمن لان انا عارف كمان اللي هيتعامل مع الجمهور أمن النادي الأهلي مباشرة تبقى طبعا للشروط اللي بتحصل دلاتي في الملاعب وفي البطولات الدولية والأوروبية لكن ايه الضوابط اللي هتكون مع الجمهور وايه الممنوع اللي هتكون مع الجمهور بحيث يبقى المشجع اللي جاي بكرة للصدقه يبقى عارف ايه لي وإيه اللي عليه احنا طبعا من جمهور النادي الأهل وجمهور النادي الأهلي منا ان شاء الله هم هيتطلوا من على الباب الإبلي في امن النادي الأهلي هو اللي هيتعامل معهم طبعا احنا ما نقدرش نستغنى عن قوات الشرطة وهي موجودة موجودة بكسافة ولكن احنا امن النادي الأهلي هو اللي هيتعامل ان شاء الله مع الجمهور طبعاً الممنعات معروفة اللي هي ما فيش شماريخ ما فيش صفرات ما فيش ليزر طبعاً إزازات الماية لازم تبقى مفهاش غطى كل حاجات دي ممنوع تخشي إحنا عايزين إن شاء الله إحنا منهم إن شاء الله وإحنا نساعدهم في كل حاجة كويسة الأعلام عادي طبعاً الأعلام بتاع الندي أهلي أي لفتاة خارجة غير مقبولة لكن الأعلام بتاع الندي أهلي وعلى مصر وكل الحاجات دي مسموح بيها إن شاء الله وإحنا نكون معهم جوى الأستاذ بإذن الله في المدرجات إن شاء الله الاجتماع الأمن اللي تم في أستاذ القاهرة وقام بحضور طبعاً وزارة الداخلية في معادة لدخول الجمهور وفي معادة يتقفل في الأبواب بخاصة بالأستاذ طبعاً هو الاجتماع الأمني وحضر وحكم در القاهرة ورئيس قطاع شرق وقيادات من وزارة الداخلية والأستاذ الله وعلي دارويش وجميع الحقيقات والمؤسسات اللي هي مشتركة في تنظيم المباراة طبعاً اتفقنا على إن فتح الأستاذ للجمهور هيبقى الساعة 3 غلقه الساعة 6 إن شاء الله هو دي معاد الجمهور من 3 ل 6 بعد أبوابها تغلق عشان نقدر يبقى فيه تيسير للحركة هو ده اللي تم الاتفاق عليه وأماكن الجمهور يكمن في الدرجة التانية اللي في وسط الملعب بالخلاف الدرجة الأولى والمؤسورة الأساسية والأمامية هو الدرجة الموحدة اللي هي الدرجة التانية دي للجمهور أولى شمال ممتاز شمال ما فيهاش جمهور ممتازة مين فيها جمهور الضيفة المؤسورة والرئيسية والأمامية للدعوات بتاع الكبار الزوار والفي اي بي ممتازة شمال ما فيهاش جمهور لو لاحظت حد دول هيبقى قوات التأمين من البحث الجناء وكده لكن ما فيهش جمهور إلا في الدرجة التانية إن شاء الله تكون بداية موفقة وستدقى القهارة يستطيع في مباراة أكثر للأهل في الانطلاق الأفريقية وهي خطوة إيجابية جدا من قبل إدارة النادي الأهل في هذا التاريخ وفي هذا المشوار الأفريقي في بداية الـ 32 دول الأفضار الأفريقية إن شاء الله عايزيني نستمر في النادي الأهل الجمهور يكتر ويحلى بني مساعداء بجمهور ودي توجهات تملي رئيس النادي سيد رئيس النادي بيتكلم في هذه الجزئية جمهور سند النادي الأهل يتملي شكرا جدا شكرا جدا سيد اللواء عودة لك أستاذ إبراهيم إذا كان لك أي استفسر آخر شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد موفد قناة الأهل إلى أستاذ القاهرة شكرا جزيلا لأمحمد